اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض منزل الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسئ كرسيه السماوات والأرض ولا يؤده حفظهما وهو الألي العظيم لا إكره في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالأروة الوثقى لهم فصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاقود يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون لله ما في السموات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنذل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين حد من رسله فقالوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تآخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعفو عنا فاغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وولو الإلم قائما بالقست لا إله إلا هو العزيز الحكيم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من من تشاء وتعز من تشاء وتزل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب إن ربكم الله الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام ثم استوى على الأرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تزرؤا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ودعوه خوفا وتمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين قل ادعوا الله بدعو الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وبدغي بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الزل وكبره تكبيرا أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر ورحم وأنت خير الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم والصفات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لا واحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إن زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب فحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقزفون من كل جانب دحورا ولهم عظاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتباه شهاب ثاقب فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب يا معشر الجن والعنس إن استتعتم أن تنفزوا من أقطار السماوات والأرض فانفزوا لا تنفزون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسلوا عليكم أشواز من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن زنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشئا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيم العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحيا إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآن عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعال جد ربنا ما اتخذ صاحب ضولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في الأقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملک الناس إله الناس من شر الوسواس الخنّاس الذي يوسبس في صدور الناس من الجنة والناس ناس ناس شكرا